احنا هنتكلم دلوقتي على الشابتر الخامس اللي هنتكلم فيه على موضوع وهو التكاملات لو احنا بدأنا مع بعض نشوف التوبيكس اللي احنا عايزين نتكلم عنها عايزين نتكلم على ما يسمى الانتي دريبوتف وده اللي هنبدأ به الكلام علشان من خلاله نروح لمفهوم التكامل او الانتي دريبوتف يعني مضاد للتفاضل او عكس للتفاضل زي ما احنا زي ما يكون عندك مسلا كده فهو مضاد للفيروس او عكس للفيروس فانت اللي هو التفاضل اللي انت كنت تشغال عليه قبل كده اللي هو هيبقى عكس عملية التفاضل دي وده اللي احنا بعد كده هنلاقيه ان هو ده هو اللي هيستخدم علشان يعبر به عن التكامل او ما يسمى الانتيجرال احنا هنتكلم ان شاء الله على في المحاضرة او في النهاء في الجزء ده يعني وبعد كده ان شاء الله المرة اللي جاية نبدأ نتكلم على ونفهم يعني ايه ويعني ايه وبعد كده البسيطة اللي احنا عايزين نعرفها مع بعض لو بدأنا مع بعض بسؤال علشان نفهم يعني ايه جبتلك فونكشن اف وقلتلك ان بتاع الفونكشن ديت هو اتنين اكس يعني انا ادتك فونكشن اف اف اكس بس مجهولة هطلتلك في علامة استفهام كده وقلتلك تفاضل الفونكشن ديت كان بيساوي اتنين اكس فما هي الفونكشن اف اف اكس عارف انت مثلا لما يكون عندك فونكشن كده اف اف اكس بتساوي ساين اكس وبقى اف برايم اف اكس بتساوي كوزين اكس فلما اجا اخصيب لك الصورة واضحة كده قدامك هقول لك اف برايم اف اكس بتساوي كوزين اكس اذا قد من الف اف ايف اف اكس بتساوي ايه اعطل pelo سين اكس السبب هو ان مشتقط الساين اكس ادتني الكوزين اكس فده اللي قلاني قلت هنا ان القيمة دي هتبقى ساين اكس عشان مشتقطة بكوزين اكس. لما ديجي تتطبق الكلام ده هاني. اتنين اكس. يبقى كنت الفونكشن ايه عشان تديك اتنين اكس. قال لي يبقى ديت كانت اكست تربيع. وسهلا قوي. يبقى قيمة الفونكشن لو كانت الفونكشن باكس تربيع يبقى المشتقى او بتاع الاكس سكوير هيبقى صح اتنين مش دي قاعدة اتنين وتنقص من الباور واحد يبقى اتنين اكس ولكن هل ديت الفونكشن الوحيدة اللي هتديك اتنين اكس ما انت لازم عشان تقول ان هي اكس تربيع تبقى انت كده بتقول ان الاكس تربيع ديت هي الفونكشن الوحيدة اللي تفاضلها هيدي لي اتنين اكس قال لي لأ ما unaفقى الاكس تربيع ديت هيديك اتنين اكس بس لو دي ده صح بس لو قلت كمان اكس تربيع زائد خمسة ما و هيديك برضو اتنين اكس ما غيراني الخمسة دي هتبقى مشتقطة بصفر ولو قلت اكس تربيع نائس تلاتة هيديك برضو اتنين اكس يعني ده برضو صح وده برضو صح واقدر اكتب لك عدد ما لا نهائي من من الاكس تربيع زائد وناقص. يطلق لك اتنين اكس. كله يطلق لك اتنين اكس. يبقى انا اكتب ايه بالزبط بقى? ما انا عايز اجيب اجابة دلوقتي. فانا عندي اكس تربيع نفعت واكس تربيع زائد خمسة وناقص تلاتة وزائد مية وناقص مية وناقص عشرين. كل ده نافع. لان السابت ده كله تفاضله بصف. زي ما احنا قلنا قبل كده. ازا انا انا المفروض ان انا اعمل ايه? ان كل ده كده خلاص صح? ما هو تلات زائد تلاتة وناقص خمسة وكل. يبقى انا المفروض ان اقوم جاي مزود سابت. يبقى اقول زائد سابت معين. والكونستاند ده يبقى سالب خمسة بقى يبقى موجب تلاتة يبقى بصفر يبقى بعشرين يبقى بجزر اتنين اي رقم بقى. ما عنديش مشكلة خالص مع السي ده يبقى اي اي كونستاند. المهم ان انا عندي الاكس تربيع دي موجودة دي الاساس بتاعي. دي اللي بتطلع لاتنين اكس. ومعها بقى سابت. السابت دوت يبقى موجب سالب صفر. كده كده التفاضل بتاعها هيبقى بصفر. يبقى لما تيجي تجيب تفاضل اكس سكوير بلاس سي. هيطلع لك اتنين اكس زائد صفر. هيبقى انا كده جبت الصورة اللي كانت المفروض تبقى عليها الفونكشن. اللي هو السؤال اللي كان في الاول. ايه هي الفونكشن اللي تدي لك اف برايم او اكس بساو اتنين اكس. هتقول لي اكس تربيع زائد سي. هو ده يا جماعة اللي احنا بنسميه الانتي دريفت. والسبب هنا يعني بتاع ان الاكس تربيع زائد سي. اه دايما التفاضل بتاعها يبقى اتنين اكس. مهما كانت السي دي ايه موجب سالب اه اي رقم صفر اي حاجة. لان زي ما انتم لو تفتكروا احنا ما اخدنا جزء الترانسفورميشن للفونكشن. لما قلنا ان الفونكشن لو انت زودت عليها رقم او نقصت منها رقم. هيحصل ايه للفونكشن? هيحصل لها ترانسفورميشن. اوب وداون. الترانسفورميشن اوب وداون. او رايت وليفت يعني مش هتفرق. المهم ان موضوع ترانسفورميشن سواء اوب وداون او رايت وليفت كنت تبقى اكد عليك وانا بشرح الجزئية ديت. ان انت الفونكشن ما تغيرش فيها حاجة. ما تغيرش شكل الفونكشن. دايما بتمسك الفونكشن زي ما هي كده تحركها فوق وتحت يمين واشمال. بس نفس شكل الفونكشن ما تتغيرش. وبناء عليه طالما نفس شكل الفونكشن ما اتغيرتش الفونكشن اللي بالاحمر دي طلعت فوق مقدار سي نزلت تحت مقدار سي هي نفس شكل الفونكشن نفس الكيرف. وطالما نفس الكيرف يبقى لو جبت اي وقلت انا عايز اجيب ميل الكيرف عند النقطة دي. هيطلع كله سابت كله زي واحد. يبقى الخط الممس هنا زي الخط الممس هنا زي الخط الممس انا كلهم ليهم نفس الام الام الهنا زي الام الهنا زي الام الهنا زي الام الهنا. واحنا قلنا ان ان هو الميل بتاع الكيرف عند نقطة او الخط الممس عند نقطة هو دوت التفاضل. هو دوت قيمة التفاضل. اذا قيمة التفاضل هتساوي متساوية عند التلاتة. وطالما هتطلع هنا زي هنا زي هنا. اذا سي زائد سي دي ما عشي تعمل لي اي تغيير. مش نعمل لي اي جديد. يبقى دايما هتلاقي التفاضل او ف برايم اف اكس عتساوي اتنين اكس. مهما كانت السي ديت ايه. لان طبعا السابت التفاضل بتاعه بيساوي صفر. فاذا هو ما بيعملش اي تغيير. ما بيزودش ولا بيناقص. ما بيسيب الحاجة زي ما هي. طيب كلام جميل. دلوقتي يبقى ازا الفونكشن اللي انت جبتها ديت بتسميها للفونكشن الاصلي اللي كانت موجودة عندك في انترفل معين. يعني ما بدتها بتقول ان انت كان عندك اف اف اكس. هنسمي الانت دي دي اف كابيتل بقى. كان عندك اف اف اكس بتساوي اتنين اكس. رحت انت اقيل الفونكشن اللي كانت موجودة عشان تبقى اشتقاكها تديك اتنين اكس. رحت اقيل كده اف كابيتل اف اكس بتساوي اكس تربيع زائد سي. اللي انت جبته دوت ده بنسميه للفونكشن دي. يبقى الاف في كابيتل دي هي للفونكشن اف. يعني معناها ان هي عكس عملية التفاضل. يعني لو انت جبت عشان تقول ان الكلام ده صح. لو انت جبت الفونكشن اف كابيتل دي وجبت لها التفاضل. المفروض ان الكلام ده يساوي الاف سمول او فيكس. طلع لك الفونكشن. يبقى فعلا هيساوي او لا? هيساوي اتنين اكس اصح. اتنين اكس زائد صفر يبقى صح. ازا الفونكشن اف دي تعتبر للفونكشن اف. والتأكيد بتاعي يتم ازاي? ان انا اشتق الفونكشن اللي انا جبتها ديت. ويطلع الناتج هو هو اللي كان موجود عندي في الفوف اكس. تطلع زيها. تطلع مختلفة عنها. لان لو طلعت مختلفة عنها. يبقى دي مش بتاعت. يمكنك داشت تقول ان دي لدي. الا ازا حققت الشرط ده. ان المشتقة بتاعت تطلع بتساوي الفونكشن نفسها. في كل في الدومين طبعا لو انا شغال على دومين معين. يبقى على سبيل المسال لو انا جت قول ان الاف في كابيتال وف اكس اكوال تين اكس. دي تعتبر ان تcessة تطلع لأ مين? قال لي لو انت اشتق ق either function بتاعت الاف وف اكس كابيتال دي حيطلع لك عشر. ازا الفونكشن اللي هي التين دي. دي اللي هي اف كله ايots ساوي تين. اقدر اقول دلوقتي ان الاف في كابيتال وف اكس اللي هي بتساوي عشرة اكس. دي للفنكشن دي. الدليل ان انت لما تجيب مشتقط دي تطلع لك نفس القيمة بتاعت الفنكشن اللي هي عشرة. لما تشتققها تطلع لك العشرة. او يبقى انها بقدر اقول لو كانت عندك الاف كابتل اف اكس بعشرة اكس يبقى مشتقطها تبقى بعشرة. ازن الاف كابتل اف اكس اللي هي بعشرة اكس دي تعتبر للفنكشن اللي هي بتساوي عشرة. والاكس تربيع دي تعتبر للاتنين اكس. زي ما كنا بنقول مع بعض من شوية. لو انا جيت قلت لك انا عايز لانتي بتساوي خمسة اكس باور فور. فايف اكس باور فور. يبقى انت محتاج تكتب لي اف كابتل اف اكس بتساوي كام? بحيث ان الاف برايم اف اكس. اف كابتل برايم اف اكس. دي تساوي الاف اف اكس. يعني تساوي الخمسة اكس باور فور. فايف اكس باور فور. عايز اعرف بقى دي هتبقى بكام عشان مشتقطها تديني الكلام ده. هو ده بالزبط موضوع الانتي دريفت. فانت عطاعد تفكر بقى ايه اللي انا اكتبه هنا ولما تشتقه يطلع لك الكلام ده. فانت اتخيل كده لو كان عندك اكس باور فايف هتضرب الخمسة دي هنا. وتنقص منها واحد فهيديك اكس باور فور. يبقى انت بتحاول تشوف التفاضل كان بيبقى عامل ازاي الحاجات دي عشان تطلع منه الانتي دريفت. يبقى يبقى اكس باور فايف. يبقى لو عملنا لموضوع الباور رول اللي كان موجود عندنا. كان بيقولك لو عندك تفاضل اكس باور ان تجيب الان دي تضربها هنا وتنقص منها واحد. طب لو انا تخيلت ان ده هو على الشكل ده. وعايز ارجع منه للشكل ده. يبقى اعتخيل ان دي كده الان. واعتخيل دي كده ان ناقص واحد. اه دي خمسة ودي اربعة. يبقى دي ان ودي ان ناسواح. يبقى انك كاتب دلوقتي ان في اكس باور ان NO اسواح. يبقى ان el n بخمسة وال ال N اقص واحد هتبقى باربعة. يبقى كده تماما. يبقى انا عرفت ان el n بخمس. طب انت اصلا مفروض كنت ترجع ليه? ليكس باور N. يعني مفروض انت تقول اكس باور N يعني اكس باور خمس. طيnga ما انت قلت ان el n بخمس. يبقى بنعمل عملية استرجاع للي احنا كنا عارفينه. بنعمل ريكول. اللي احنا عارفناه عن موضوع التفاضل. احنا عارفنا ان الباور رول ان لو عندك اكس باور ان بتضرب الان وتنقص من الان واحد. هنرجع هنا نعمل نشوف نفس الكلام. انها لو عندي ان مضروبة في اكس باور ان واحد اقدر ارجعها لي اكس باور الان. بس ازود بس ايه زائد السي مش اكتر من كده. طب دوت موضوع اللي هو هيدخني لجزئية التكامل او هيوصن لمسمى الانتجرال او التكامل. اللي هو الانتجرال هيستخدم العشان نجيب ناتج للتكامل. يعني احنا دلوقتي ماشيين مع مرحلة اللي هو عبارة عن عكس عملية التفاضل. عكس عملية التفاضل اللي انت عملتها. او ضد عملية التفاضل اللي انت عملتها. تعالوا دلوقتي نشوف كده لو انت عندك ديفرينشيل اكوشنز اللي قدامي دي. يعني ايه الاول؟ لما ان ممكن ما تكونش مرط عليكم. معادلة تفاضل ايه? يعني ايه معادلة تفاضلية يعني معادلة فيها تفاضل معادلة هتلاقي فيها تفاضل دي فيها دي وي على دي اكس ده تفاضل اه ده تفاضل صح مش دي مشتاقة اولى اذا دي هت كده بنسميها معادلة تفاضلية ممكن تلاقي بقى فيها مشتاقة اولى مشتاقة تانية مشتاقة ثالثة دي كلها معادلات تفاضلية يبقى المعادلات التفاضلية هي المعادلات التي تحتوي على تفاضل فيها تفاضل طيب ماشي علشان اعمل solve للدفرينشل اكوشن يبقى انا محتاجة تخلص من التفاضل ده يعني محتاج ان انا رجحها معادلة عادية تاني y بتسوي كز y بتسوي f of كز او function في ال x بترجع لل y محتاجة رجحها كده محتاجة تخلص من ال y prime ومن ال y double prime والحاجات اللي تبقى موجودة دي يبقى احنا لو جينا هنا للمثال ده dy over dx equal f of x قال لي في الحالة ديت انا عندي هنا تفاضل اذا دي معادلة تفاضلية عشان احلها قال لي طب لو انا جيت اعدت كتابة الكلام دوت بالشكل ده خلتها dy بتسوي f of x dx وبعدين قال لي لعشان تعمل solve للدفرينشل اكوشن اللي قدامك دي وتخليها y بتسوي كزا قال لي كزا دوت لازم يبقى هو anti derivative بتاع الكلام ده بتاع ال f of x يبقى لازم تحاول تدور على function اللي هي f capital of x اللي هي تعتبر anti derivative لل f small of x بحيث ان مشتقط ال f capital تساوي ال f small دي اللي احنا بنسميها anti derivative لل f of x لو انت جبتها هنا ال f capital of x تمام ممكن تزود معاه برضو السابت عشان السابت ده ممكن يكون كان موجود والتفاضل هو بقى صفر في الحالة دي بقى انت حلية المعادلة التفاضلية اللي قدامك دي يعني انا دلوقتي كل اللي انا عايز اعمله ان انا عشان افايند ال y او احل المعادلة ديت اهي ال y هتساوي ان انت تدور على ال anti derivative لل f of x دي فهتدور على قيمة f capital of x هي تعتور anti derivative لل f of x يعني ايه anti derivative يعني مشتقط ال f capital دي تطلع لك ال f small of x وتزود معاه كونستانت اللي هو السي هو ده يا جماعة ما يسمى ال integral وتعالوا نحط بقى علامات التكامل في اول مرة ان احنا نشوفها اللي هي في النهاية هو اللي انا كنت كاتبه ده يعني هي هتساوي في النهاية ال anti derivative لل function هي هتساوي ال anti derivative زائد السابت انا ما اعملتش جديد العلامة دي كده هي علامة ال integral sign علامة التكامل يبقى العلامة بتاعت التكامل وال integral sign هي شبيهة بالصميشن واحنا هنعرف الكلام ده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على definite integral بس في النهاية تبقى عارف ان دي العلامة كده بتاعت التكامل وعلامة التكامل طول ما هي مش مكتوب عليها حاجة up و down كده ده معناه ان هو indefinite integral يعني ما فيش حدود للتكامل ساعت تلاقي التكامل ده فيه كده a و b فيه هنا حدود للتكامل دي بنسميها definite integral انما ده كده بنقول عليه indefinite integral يعني انت هتلغي الحدود دي خالص هتشير حدود التكامل اللي موجودة هنا دي وده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي التكامل المحدود اللي هو definite integral هنتكلم عنه من شاء الله لاحقا يعني بس خلينا دلوقتي نشوف ده indefinite integral اللي قصاد التكامل اللي انت عايز تجيب له التكامل اللي هو ده اللي هو ال f of x اللي هي function اللي انت بتجيب لها التكامل دي بنسميها integrant الintegrant يبقى function اللي انت بتكاملها بتجيب لها التكامل امال دي اكس دي القي Number يعني deeper فكذا لما كده بنجيب التفاضل لما كده بنقول كده احنا عجيب تغير اللي حصل في function f with respect to x يعني بناءا على التغير اللي هيحصل في الاكس. نفس الكلام هنا. انا بعرفك انت بتشتغل على الفانكشن دي بناءا على انه متغير على الاكس. لان زي ما احنا شفنا المرة اللي فاتت انه في 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 الامبليس او اللي هو التفاضل او الاشتقاق الضمني. لما كنا بنقول احنا عايزين ناشتق الواي بالنسبة الاكس. كنت بتقول انا بجيب الاشتقاق بالنسبة الاكس مش هعرف اجيبه لان دي كده ده متغير غير ده. بس انت كنت بتقوله بتعرفه بتقوله إنما لو جيت قلت له كده مشتكة الاكس هيقولك بواحد. زي ما كنت بتقوله مشتكة الاكس يقولك بواحد. طيلا ما ده زي ده وانت بتشتكة تشتكة عادي خالص. انما لما تقوله واي كان بيقولك لأ ده انا هجيب المشتكة بالنسبة للواي. وهضربها فيه مشتكة الاكس اللي هي قاعدة السلسلة بقى. فكان يجيب ده الاول بواحد وبعدين يضربها فيه دي واي اوفر دي اكس. المهم ان انت في النهاية كان عندك في الاشتقاق برضو كزا كان عندك يعني كان موجودة. فهي برضو هتنينها موجودة معك في التكامل عشان لما تيجي تجيب التفاولة تبعارف ان انت لما تيجي تشتك دي هتشتكاقها المين قال لي للاكس. يبقى لما اجا اقول هنا هجيب الاف برايم للاكس. يبقى انا بشتك الفانكشن دي بالنسبة للاكس. عشان هنا كان حاطت لي قصاد التكامل دي اكس. يبقى دي اكس ديت يا جماعة مؤشر فقط. علشان يعرفك انت شغال على انه متغير دوت اللي هو الفاريابل نحن احنا بنقول عليه الاكس اللي هو الي بتقول وزر الاسبيت تو اكس. انما هو ليس له علاقة خالص بالفونكشن اللي هتجيب لها التكامل اللي هي الانتيقراند. الانتيقراند هلي ihrem اف اكس. بس انت لما حتجب لها التكامل حتجب لها التكامل لمين للاكس?" اللي انه متغير لللاكس. يبقى وزر الاسبيت تو اكس. يبقى لما جي بقى اقول لك انت Elijah هو عبارة عن ايه? قال لي كل الانت opinent هو عبارة عن انك بتجيب ادي علامة التكامل لفونكشن معينة يبقى دي الانتجراند ده الفاريبل بتاع الانتجريشن ده علامة الانتجريشن الكلام ده بيساوي زائد ثابت التكامل عشان ده كان تكامل غير محدود وبالتالي الفونكشن اللي انت جبتها كائناتك دي هي للفونكشن دي ويعني ايه انت دريفتف يعني لو جيت جبت لها التفاضل هتسوي لك الفونكشن اللي كانت موجودة قصاد التكامل ده معنى الانتدريفت اللي احنا قلناه في الاول لو جينا بقى نطبق اللي احنا قلناه ده على المثال ده اتنين اكس وبنجيب لها التكامل هنجيبها ازاي قلل الاتنين اكس دي بالنسبة لي دي الاف وف اكس اوم جاي رايح مدور دي الاف وف اكس بساوي اتنين اكس انا عايز ادور على فونكشن اف كابيتل تكون انتدريفتف لدي ده احنا حالناه قبل كده اللي هو الاكس تربيع زائد السي هو ده هيكون الناتج بتاعت اللي هو الاكس تربيع زائد السي يبقى ده يكون ناتج التكامل يبقى الاكس تربيع زائد السي وانما تجيب لها التفاضل يرجعك تاني ليه الاكس تربيع طيب ايزا الانتجرييشن هو инفيرس للديفرنشيشن والعكس يعني لو جيبت التكامل لفونكشن فيها تفاضل التفاضل يروح مع التكامل يرجع لك الف يلغي التفاضل اللي كان موجود والعكس صحيح لو جبت تفاضل لتكامل لفونكشن يلغي التكامل يتلغي ده كله ويبقى لك الفونكشن يبقى إذن الفونكشن التفاضل والتكامل هم يعتبروا ايه انفرس لبعض وده اللي بيطلع لك نظرية اسمها فاندمينتال سيوريم اوف كالكلاس ديه اللي بيقول لك ان التفاضل والتكامل يعتبر عكس بعض بيدمجلك بقى التفاضل لتكامل مع بعض يبقى النظرية ديه اللي هي النظرية الفاندمينتال سيوريم بيدمجلك بقى التفاضل لتكامل مع بعض بيقول لك ان التفاضل عكس يلغي التكامل والتكامل يلغي التفاضل والطبقة برضه في الديفنت انتجر بس هنقول لها الديفنت انتجر ان شاء الله بعد كده بس اللي أنا بقى فاهمه ان التفاضل او التكامل للتفاضل يرجع لي الفونكشن والتفاضل للتكامل يرجع لي الفونكشن وهستفيد من القاعدة دي في ايه هستفيد من استيوريم ديه في ايه هستفيد ان انا دلوقتي بقيت لو انا عارف التفاضل هقدر اعرف التكامل للفونكشنز دي ازاي لو انا عارف ان التفاضل السابت بصفر يبقى تكامل الصفر بايه بسابت اوتوماتيك ما احنا قلنا عكس بقى يبقى تروح تجيب الحاجة اللي كانت ناتج عندك من التفاضل تحط قدامها التكامل يرجع لك الايه الاصل الحاج يبقى انت تعالى هنا كده حط علامة التكامل يرجع لك السي ثاني حط هنا علامة التكامل وقصادة ك يرجع لك الايه الك اكس مش تفاضل كف اكس يرجع لك الك لان ده ثابت مضروف في الاكس ما الاكس دي كاننها اكس باور وان فبقت الباور وان دي هتضرب في الواحد وتنقص بقت اكس بهزير عن ايه بواحد فاصبح الثابت اللي قدام الك الاكس ولا يكتب ولا يبقى الناتج طب لو تجيب التكامل بقى لك للثابت ده هيبقى كيف اكس. طبعا لو انت بتتكلم لو بتجيب تكامل ثابت هيسوي كيف واي زائد سي. لو بتجيب تكامل ثابت هيسوي كيف زد زائد سي. يعني فاهمين بس ان احنا بنكتب دوت بناء على ان احنا بنجيب التكامل لانه بالزبط. طب لو كنا بنقول تفاضل كيف اف اكس. مش كنت بتقدر تشيل ال كي دي تطلحها برة وتجيب التفاضل. هو دا اللي انا هعمله. هقول کی. اف براين وف اكس. يبقى هنا في التكامل نفس الكلام. هتشيل ال كي دي تلحها برة التكامل. يبقى اي ثابت تقدر طلعه برة التفاضل وتقدر طلعه برة التكامل. مش كنت في التفاضل بتقدر تجيب الجمعة والطار حتوضع عليهم التفاضل. بس كان عندك قاعدة للضرب وقاعدة للاسم. هنا نفس الكلام بالنسبة للتكامل بالنسبة للجامعة والطرح هتقدر توزع التكامل على الجامعة والطرح تجيب تكامل ده الواحده وتكامل ده الواحده وتزود الجامعة والطرح ما بينهم زي ما كانت موجود انما ما عنديش في التكامل قاعدة للضرب وقاعدة للأسم ما عنديش بقى يعني انا عندي في التفاضل فيه قاعدة للضرب وفيه قاعدة للأسم انما في التكامل ما عنديش قاعدة ان لو كان عندي حاجتين مضربين في بعض واجيب لهم التكامل لان انا اجيب التكامل بقاعدة الدرب ما عنديش الكلام ده ولا عندي قاعدة برضو ليه الاسمه بس عندي في التكامل بقى حاجة تانية اسمها التكنيكس بتاعت التكامل عندي طرق باستخدمها وابروتش باستخدمها علشان اوجد التكامل لأي فانكشن طب لو انا عندي تفاضل اكس باور ان مش احنا قلنا ان الان دي عطت ضرب هنا دي الباور رول هتبقى ان هنا وتتنقص من الان واحد طب الكلام ده لو جيت عمل في التكامل ايه اللي هيحصل اللي بقى هتعكس اللي انت كنت بتعمله ده بدل ما تضرب في الان وتنقص من الان واحد هتزود على الان واحد وتقسم على الان يعني يعني انت هتزود على الان واحد وتقسم على الايه على الباور الجديد اللي انت جبته يبقى لو انا جيت قلت لك كده تكامل اكس باور ثري وزر سبيكت تو اكس هتقول لي اكس باور فور اوفور فور عملت ايه زودت على تلاتة دي واحد وقسمت على الباور الجديد وزود ثابت التكامل انما لو جيت قلتلك بقى هاتلي تفاضل اكس تكايب يبقى هتقول لي الواي براين بتساوي 3 اكس تربيه يبقى ضربت التلاتة دي هنا ونقصت من الباور واحد يبقى اوما العملتين يعتبروا عكس بعض عايز تتأكد ثم رايح جيب الناتج اللي انت جبته وتجيب له التفاضل وتتأكد ان هو هيطلع نفس الناتج يعني هات ال اكس قصة 4 على 4 دي وهات التفاضل ليه يبقى الاربعة هتتضرب هنا هتروح مع الاربعة لتحت وتنقص من الباور واحد يطلع لك ال اكس تكايب اذا انت كده جبت الاجابة صح الدولة المسلسية كنا احنا اخدنا الست دولة المسلسية وعرفنا التفاضل بتاعها لو انت جبت نواتج التفاضلات اللي انت جبتها ديت وجبت وحطت قدامها تكامل حيرجع لك اصل الايه الدلال المسلسية اللي كانت موجودة عندك يعني لو قلت دلوقتي تكامل كوزين هيقول لك بصاين لان تكامل تفاضل الصين كان بكوزين انما لو قلت تكامل الصين هيبقى بصالب كوزين ليه لانك انت تفاضل الكوزين بصالب صين فكأنك دلوقتي لو انت قلت تكامل سالب صين حيرجع لك الكوزين موجب انما لو شلت السالب من هنا هيضطر النوع يجي هنا هيبقى تفاضل السالب كوزين بصين يبقى تكامل الصين بصالب كوزين وهكذا بقى مع كل الايه الدول اللي عندك كل النواتج دي لما تقول تكامل سيك تاني يطلع لك السيك طب تكامل للسالب كوسيك سكويري طلع لك الكوتان طب تكامل للكوسيك سكويري طلع لك السالب كوتان وهكذا يبقى هما نفس الستة اللي احنا عارفينه مش هنزود عليهم حاجة هما هما بس بالعكس انت كنت عارف تفاضلهم لما جيب لك اللي كانت تفاضل تحطه قدامه التكامل يرجع لك الحاجة الاصلية اللي كانت موجودة مثال integral 3x with respect to x اقدر دلوقتي زي ما اتفقنا بقى ناخد السابت ده انطلعها بره زي ما احنا عارفنا يبقى التهداتة تكامل xdx والx دوتا يبقى عبارة عن ايه قال لي ما هو الx ده كأنه x power one اضرب الواحد ده مش هتضرب بقى ده انت لو بتفاضلك وتحت تضرب الواحد وتنقص من الواحد دلوقتي انت هتزود على ال power ده واحد وتقسم على ال power الجديد يبقى هتقول لي x تربيع على اتنية يبقى x تربيع على اتنية يبقى دي كده تكاملها هتبقى x تربيع على اتنية وانا متنساش بقى ان دي مضروبة فيه 3 زائد سابت التكامل يبقى ده كده التكامل بتاع 3x هيبقى 3 على 2x square plus c اللي انا عملته في الاول دوت كده ان انا ابتدت اشوف الشكل بتاع الفونكشن وفهمها ده بنسميه ان انا عملت rewrite وبعد ما ضربت التلاتة في الكوز وكده بتقى بقى 3 على 2x تربيع زي c ده بنسميه simplify يبقى انا ببدأ المسألة بتاعتي بحل بالتلات خطوات اللي احنا كنا قلنا عليهم قبل كده في التفاضل نعمل rewrite وبعد ما نعمل rewrite نجيب التكامل وبعدين نعمل simplify انا simplify دوت لو عملته وما عملتوش مش هينقصك حاجة لان انت كده خلاص جبت التكامل في الخطوة دي ضربت بقى الاقواس بتاع كده مفيش مشكلة خالص انما rewrite احيانا بيساعدك علشان تجيب التكامل صح برضو انت لو ما عملتوش مش هتنقص بس انت بتعمله علشان يساعدك في ايجاد كويمة دية صح مشان تجيب دية صح فانت الاول طلعت التلاتة برة وبعد كده تخيلت ان دي كده واحد لان هي واحد فعلا بس كده بتوع لشان تبقى شايفها قدامك فزودت هنا واحد واسمت على واحد زايد واحد لها اتنين فطلعت اكس تربيع على اتنين هو ده التكامل ضربت بقى الكوس وكذا ده simplify مفيش مشكلة لو عايز تكمل لو عندي تلات مسائل زي اللي قدامي دولت integral 1 over x cube طبعا لو انا بتعامل معها بالشكل ده بالقواعد اللي انا اخدتها مش اعرف حل فانا اخدت قاعدة بتقولي لو عندك تكامل x power n وزرزبكت تو x هيبقى ايه هيبقى x power n زايد واحد على n زايد واحد بس خلي بالك ان هنا ال n ديت ما تنفعش تبقى بسالب واحد يعني لازم تبقى دي مبنى ان هي هتلاقي حتى مكتوبة في القاعدة كده ان ال n لا تساوي السالب واحد والسبب هنا ايه لو جدت بقولك تكامل x power minus 1 هتجي تتزود واحد وتقسم يبقى تقول x power 0 على 0 هتعمل اسمه على 0 ولو عملت اسمه على 0 هيبقى عندك مشكلة اذا لو جانت ال x دي او ال power ده سالب واحد مش هتنفع القاعدة دي تستخدم يبقى القاعدة دي تستخدم فقط لما تكون ال n لا تساوي السالب واحد او ال power ده لا يساوي السالب واحد بسبب لنه ما يدلكش اسمه على 0 في المقام زي ما حصل هنا كده طب لو انا جيت هتعامل مع المسألة بالشكل ده مش هعرف استفيد من القاعدة اللي انا عارفها دي فهعمل rewrite rewrite يعني ايه يعني هجيب ال x دي من المقامة طلحها في البسط بقى x power minus 3 وهنا كده بقت على الشكل بتاع القاعدة بقت ال n بسالب 3 هتزود على ال n واحد وتسمع ال n الجديد يعني هتقول x power minus 2 على minus 2 اهو بقى التكامل بقى سهل دلوقتي بعد ما عملت rewrite للمسألة بقى التكامل بتاعي سهل وده بقى ناتج التكامل خلاص كده انت خلصت عايز تعمل simplify ده option بالنسبالك مفيش مشكلة ان انت تجيب مثلا الباور السالب ده تنزله في المقام فيبقى سالب واحد على اتنين x تربيع مفيش مشكلة ال اتنين واحد في الآخر الجزر x برضو الجزر x بالقاعدة اللي انا عرفتها دي مش هعرف اجيب التكامل فاعمل ايه او مجاي محولها ال x power half ما هي دي جزر التربيع اهيه وكده بقت بالقاعدة بقت ال n بنص ازود واحد واقسم على الباور الجديد يبقى نص زائد واحد بتلاتة على اتنين على تلاتة على اتنين اهو عايز برضو تكتبها اتنين على تلاتة لان تلاتة على اتنين في المقام تديك اتنين على تلاتة كده مفيش مشكلة ده سيمبل فاي عايز سيبقى كده برضو خلاص مفيش مشكلة تكامل اتنين ساين x اقدر اطلع الاتنين دي برا كده اهو وبعد كده جيب تكامل الساين اللي هو بسالب كوزين في اتنين يبقى اتنين في سالب كوزين x عايز تضرب بقى تضرب الاتنين في بعض. كوسين في بعض ما فيش مشكلة. تضرب الاتنين يعني في الكوس ماشي. يبقى ده اسمبلفاي. ده اعتبر اسمبلفاي. انا اهم حاجة عندي بوضح بس. التكامل هو ده. خلاص كده جيه صح. اللي جاي بعد كده ده. ده اسمبلفاي علشان توضح الناتج بتاعك او توضح الشكل او انت هتستخدم الحاجة دي بعد كده. طب مثال كمان. سري زد سكوير ماينس فور زد بلاس فايف وزر سبيكت تو زد. يبقى انا بتكلم دلوقتي على متغير زد. ما حاش يكتب لي بقى اكس. ويكتب لي واي. ما فيش الكلام ده. هو زد. لان المسألة فيها زد. طب لما اجا جيب التكامل احنا عرفنا ان التكامل ينفع يتوزع على الطرح والجمع. يبقى ان نقدر نقول تكامل تلاتة زد تربية. ناقص تكامل اربعة زد. طبعا هنا وزر سبيكت توزد. وهنا وزر سبيكت توزد. زائد تكامل خمسة دلتا زد او دي زد. الكلام ده يسوي ايه? هتجيب تكامل ده الوحدة وده الوحدة وده الوحدة وتحط الاشارات. يبقى تلاتة زد تربية. قال للتلاتة دي ممكن تبقى بره هنا. وتكامل الزد تربية هيبقى زد تكعيب على تلاتة. وعندك فيه تلاتة بره كده. اللي هي دي. ناقص. الاربعة زد هيبقى تكاملها ايه? الاربعة دي كانتها بره برضه. يبقى اربعة في زد تربيع على اثنين. زائد. خمسة تكامل سابت. بالنسبة للزد يبقى يطلع لك السابت ده مضروف في الزد. وتزود هنا سابت تكامل واحد بس. مفيش داعي ان انت تقول هنا زائد سي وهنا زائد سي وهنا زائد سي فيطلع لك هنا زائد تلاتة سي. لان اصلا السي دي ولا انت عارفها ولا دي عارفها ولا دي عارف. فبنان عليه كل السوابت شيلها وحط سابت واحد بس اللي هو يبقى زائد سي واحد بس. بالشكل ده. يبقى بلاس سي. السي دوت بقى هو عبارة عن السوابت اللي طلعت من التكاملات كلها. كده كده انا مش عارف. فهيتسب زائد سي. بس تحط زائد سي مرة واحدة بس. لكل التكامل. ومن هنا يبقى انت طلعت التكامل بالطريقة دي. عايز تعمل سيمبل فاي يعني الطائعة التلاتة دي مع دي. تختصر دي على دي فقل اثنين. مفيش مشكلة برضه. يبقى ده سيمبل فاي. عايز تعمله وعمله. بس انت لغاية هنا كده انت كده جبت قيمة التكامل صح. يبقى اللي احنا عملناه ان احنا وزعنا التكامل على التلاتة تلاتة اجزاء اللي في السؤال. وبعدين جبنا التكامل لكل جزء. وبعدين عملنا سيمبل فاي فطلعت شكل المسألة بالشكل اللي قدامنا ده. مثال كمان. لو انا باتعمل مع مسألة بالشكل ده. وعايز اجيب التكامل. ما عنديش هنا قاعدة للاسمة. يعني ما عنديش حاجة زي زي الاسمة بتاعت التفاضل كده مقام في مشتاكة بسط. نقص بسط في مشتاكة مقام على المقام تربيع. ما عنديش الكلام ده. طب اعمل ايه? يبقى انا محتاج يا اما استخدم من التكنيكس اللي احنا ان شاء الله نتكلم فيها بعد كده. يا اما ان احنا نعمل سيمبل فاي. قد تكون المسألة دي سهلة. بس محتاجة توعد كتابتها بطريقة تاني. يعني بدل ما هي اكس تربيع زائد واحد على جزر اكس. ممكن تكتبها كده اكس تربيع على جزر اكس. زائد واحد على جزر اكس. ما كده برضو ما هي هي. مش انت ممكن توحد المقام وتجمع البسط اه ما هو هي هي. بس طريقة الكتابة دي هتخليك تعرف تجيب التكامل ده وتجيب التكامل ده بسهولة. لان التكامل دوت عيبقى عبارة عن ايه? ده اكس اوص نص وده اكس وتربيع. يبقى يبقى اكس اتنين ناقص نص يعني اكس اوص تلاتة على اتنين. وده هيبقى واحد على اكس اوص نص يعني هيبقى اكس اوص سالم نص. اهو. هيبقى تكامل دي وتكامل دي تدر تجيبها دي تدر تجيبها بقاعدة الباور اللي انت عارفها. لها اكس باور ان زائد واحد على ان زائد واحد. وتزود ثابت التكامل في الاخر للاتنين مرة واحدة. ازا ان عملية الري رايت دي مهمة جدا ان ان انت تحاول تستخدمها علشان تعرف تحل لان السؤال ده كده سؤال بسيط جدا وسهل جدا بس انا مش اعرف احله على شكل اللي هو جاي فيه ده. لازم كنت اعمل اعادة كتابة للسؤال عشان اقدر احل السؤال ده بطريقة ايه سهلة. زي ما انا عملت هنا كده. وبعدين رجبت بقى تكامل ده سهل وتكامل ده سهل. اصبحوا سؤالين سهلين جدا. لو قلت برضو نفس الكلام اللي قلته في المثال اللي فات في المثال ده. لو بتحل كده السؤال مرة واحدة مش تعرف لان ده حاصل اسمك. وانا ما عنديش قعدة للاسم. وما عرفش لسه تكنيك ستستخدم. يبقى كوزين سيتا على صين سيتا ممكن اكتبها ازاي? قال لي ممكن تكتبها كده واحدة على صين سيتا. مضروبة في كوزين سيتا على صين سيتا. طب الشكل ده ينفعني في ايه? قال لي لان واحد على صين سيتا ديت تعتبر كوسيك سيتا. وكوزين سيتا على صين سيتا تعتبر كوتان سيتا. وانت كان عندك التفاضل لو قلت ان الواي بتساوي كو سيك سيتا كان الواي برايم او التفاضل كان هيساوي سالب كو سيك سيتا كو تان سيت ده كان التفاضل بتاع الدلة المسلسية دي طب انت بقى معاك دلوقتي دو لهم بتجيب لهم التكامل هيرجع لك مين هيرجع لك اللي كانت في في الاصل ان انت كنت بتفاضل اللي هي كو سيك سيتا بس طبعا السالب ده ما هوش موجود هين فهتحطه هين هيبقى السالب موجودة عندك هين تمام كأنك بالضبط عملت ايه كأنك ضفت سالب هنا وضفت سالب هنا فاصبح تكامل سالب كو سيك سيتا كو سيك سيتا والسالب اللي برا ده هيبقى موجودة عندك اوه زائد ثابت التكامل طب لو انا بجيب تكامل لي وبدأت مع الناتشرال اللي هي باور اكس بجيب الانتجرال يباور اكس قال لي يا سوا ما يبيقى اي باور اكس مش انت كان عندك كان الواي براين باي باور اكس ما هي هي لما تيجي تجيب التكامل بس فرق بس الثابت اللي هيزيد ده عشان قد يكون ان هنا كان يباور اكس زائد خمسة مصل فالتفاضل بتحقي باي باي باور اكس فانت ما امفعش تقول اي باور اكس وخلاص لازم تزود السابت ده عشان ده تكامل غير محدود انما لو في حدود هتشوك بعد كدن انت هتعاوض بالحدود فمشي السابت ده مش هيبقى موجود لان انت حددت حدود بقى معينة خلاص ما عادش في الحيرة بتاعت السابت اللي موجودة عندي دي طب لما اقول تكامل اي باور كي اكس يعني الاكس دي دربتها هنا بدل ما هي في واحد دربتها في في رقم في كي الكي ده بقى بخمسة بسالب اتنين بتلاتة باربعة الا هيحصل تعال انا نتخيل التفاضل علشان نعرف نقول التكامل لو كانت الواي بتساوي اي باور تو اكس يبقى الواي براين بتساوي اي باور تو اكس في مشتقد الباور ده اللي هيبقى فيه اتنين هنا بقى هيبقى على اتنين لو هيبقى على على مشتقد الباور ده على يبقى هنا اسمع عشان دي درب تبقى على اسمع عشان غما عكسوا بقى زائد سي وطبعا الكتا مينفعش يبقى بصفر عشان برضو مايتسببش ليه اسمع على صفر ممنفعش اصلا يبقى بصفر. طب للديد بالنسبة للناشرال طب لو قلنا بس اللي هي بدل وايucky اي حاجة تانية غير الاي. اي اي اكبر من الصفر هو تساوي الواحد. اي باور اكس. نفتكر برضو التفاضل. واي بتساوي اي باور اكس. كان التفاضل بتاحها. اي باور اكس. على اي او في لين الاي. كان بتضربه في لين الاي. في لين البيت ده. طب ما بتعملش الكلام ده ليه مع الاي? مع الاي باور اكس. قال لي لا بنعمله برضو بس الاي لين اي بواحد. فبنكتبهاش. ولين اي دي بواحد. فبنكتبهاش. فبنكتب اي باور وخلاص. انما لما بتبقى حاجة تانية غير الاي. بنكتب بقى لن الاي. ده ده التفاضل. انما في التكامل هتقسم. بدل ما بتضرب هتقسم. زي ما عملنا بالزبط في اللي فاتت. يبقى نقول هنا على لن اي. وهنا برضه يبقى على لن اي. والكي دي تقولنا هنقسم على الكي بدل ما بنضرب هنقسم. تمام? يبقى ده يكون في حالة ان لو كان رقم تاني غير الاي. على سبيل المثال. اول حاجة التسعة دي تنفع تطلع برة. تبقى كده. والتكامل بتاع الاي باور تي بيساوي اي. اللي بيساوي اي باور تي. يعني تسعة اي باور تي. زائد سي. طبعا هنا التي دي معاملها واحد. فكأنك بتقول في واحد. والاي ديت يعني لن اي. كأنك بتقول برضه على واحد. ما فيش مشكلة خلص. يبقى هنا بتقول على واحد على واحد. مش هيعملوا حاجة. حتى انها تسعة اي باور تي. انما هنا مثلا تكامل تو باور ماينس فايف اكس. هيوسوي ايه? اللي هتنزل زي ما هي. تو باور ماينس فايف اكس. بس هنا بقى اخد بالك بقى في اسمه بقى اسمه على ايه? اول حاجة ده البيز اتنين يبقى على لين اتنين. وده سالب خمسة اكس يبقى فيه هنا سالب خمسة. بتقسم برضه على سالب خمسة. يبقى يطلع عندك اتنين باور ماينس فايف اكس على سالب خمسة في لين اتنين. يبقى اول واحدة هيه زي ما اتفقنا. تكامل ده كده باي باور تي زي ما هي. والتسعة موجود. وبعد كده التكامل ده هيبقى نفس على التفاضل بتاع دي ليا سالب خمسة. على لين اتنين اللي هي اللي هو موجود عندي اللي هو سالتني. خلصت كده صح? عايز تعمل اعمل برضه هوت. ما فيش مشكلة خالص. ما عملتش حاجة يعني غير ان انا خليت السالب ده يبقى يعني موجود هنا كده. وساد القوس يعني. في النهاية التكامل بتاع الشبه بالتفاضل بالزبط. بس بدل ما كنت بضرف في التفاضل في لين كزا او بضرف في الرقم كزا. لا بقيت بأسم بس على لين كزا في لين كزا في الرقم كزا. طب ايه لي حيحصل مع اكس بور ماينس وان اللي احنا كنا استبعدناها من ال باور رول. لما قلنا كدهان انت لو بتطبق القعدة بتاعت الاكس باور ان. هتقول اكس باور ان زائد واحد على ان زائد واحد. بس قلنا ان انت استبعد ان الان لاد وساوي السالب يعني ساوة السالب واحد. طب ايه ليحصل لو السالب واحد هيبقى اكس وس صفر على صفر. يبقى في مشكلة. طب ما هنعمل ايه بقى في الاكس يعني اكس باور ماينس وان دي هنعمل فيها ايه? قال لي ما اكس باور ماينس وان دي اللي هي واحد على اكس. ارجع بالزاكرة كده لما كنا بنقول الواي بتساوي لين اكس. كان ليه بقى الواي برايم او التفاضل بيساوي واحد على اكس. اللي هو غريتم فانكشن. التفاضل بتاعها بالشكل ده. اذا لما يجي لي واحد على اكس بيقول لي هات التكامل ليها اهم جاي يجيب له ايه? لين الاكس. يبقى التكامل واحد على اكس. مش هتطبق بقى فيها القعدة بتاعت تزود واحد وتقسم على الباور الجديد لان ايه ده هيسبب لك اسم على صفر? لا اول لما تلاقي واحد على اكس. يبقى على طول تعرف ان التكامل هي يساوي لين اكس. زائد طبعا سابت التكامل. طبعا علامة الابسليوت ديت زي احنا وضحناها في المحاضرة اللي فاتت في الاخر لما قلنا ان لين الاكس تساوي لين سالب الاكس. هتساوي لين الابسليوت فاليو الاكس. يعني دي زي دي زي دي. عشان كده ممكن نكتبها بالشكل ده. لو انت كتبت لي يعني لين اكس كده مش هغلطك يعني. لو كتبت لين اكس كده ما فيش مشكلة. مثال انتجرال 4 اوفر اكس. وز ريسبيكت تو اكس. الفور دي تقدر تلاحها برا تبقى 4 انتجرال 1 اوفر اكس. وز ريسبيكت تو اكس. ال 1 اوفر اكس هتبقى لين اكس. يبقى 4 في لين اكس زائد السي. برضو ممكن تكتبها كده 4 لين اكس زائد السي. مثال كمان. انتجرال مينس 5 اوفر اكس بلاس اي باور مينس 2 اكس. تعال حلاء هنا كده. يبقى كأنك بتقول تكامل طلع الخمسة دي بره. يبقى والسالب خمسة كلها يبقى سالب خمسة واحد على اكس. زائد تكامل اي باور ماينس 2 اكس. هنا طبعا دوته يبقى يبقى سالب خمسة لين اكس. وده يبقى تينزل زي 1000. بس اعتقسم على مشتقد ده اللي هو سالب اتنين. مطلس انت بتقسم كمان على لين اي ويبقى لين اي بواحد مش منكتبه زائد السي. فيطلع لي فعلا زي ما احنا عملناها دلوقتي. سالب خمسة لين اكس. ناقص اي باور ماينس تو اكس على اتنين. زائد السابت اللي هو السي.